طيب هنبتدي نقفل كده بموضوع بسيط وهو اسمه الديكومنتيشن كومنتز الديكومنتيشن يا جماعة في المجال بتاعنا حاجة مهمة جدا انت بعندك دوكومنت سواء كومنتز موجودة في الكود زي ما هنشوف دلوقتي او ساماري او شرح عموما يعني للفونكشن دي بتعمل ايه البيزنس ده موجود هنا ليه او كود ده بيتنفز عشان ايه حاجة مهمة جدا وهبقى اعمل فيديو مخصوص هتكلم على الديكومنتيشن ازاي دلوقتي بقت سهلة جدا لو هي مش معمولة في عموما عندك انت تعملها بالAI فهيبقى موضوع شايد جدا وانا من الحاجات اللي مباهر بيها بصراحة مؤخرا يعني موضوع الديكومنتيشن اللي بتتم بالAI ديت لانها بصراحة في الاول وعملة نتائج مبهرة جدا مش عارف بعد سنتين تلاتة هتطلع ريزولتس عاملة ازاي يعني مهمة تعالى احنا بس هنتكلم على جزئية صغيرة وهي موجودة في تي شارب اسمها الديكومنتيشن كومنس ان احنا نقدر نحط بعض الشرح على بعض المسودس اللي احنا بنعملها من خلال طريقة كده معينة موجودة في تي شارب تعالوا ايه شوف بتتعمل ازاي زريفة جدا وهتلاقي ان هي موجودة في عارف لما ايه لما انتك انت تريد تستخدم المسود هي موجودة في تي شارب بتطلعك شوية شرح احنا هنعمل الكلام ده لانه يجي نعمل المسود بتاعتنا في العادة بتطلعش اي شرح للمسودس بتاعتنا احنا هنشوف بقى ازاي نكتب الشرح دوت عشان لو انا جيت استخدمها بعد كده او حد من زميلي في التيم جاي استخدمها يفهم شوية هي ايه الكلام دوت او حتى لو انا ببيع طول يعني لو انا عامل طول وبتطبع للناس محتاجة يبقى في بعض الديكومنتيشن وهي ايه الناس بتكتب حتى المسود دي بتعمل ايه بالزبط فكلام كده وتعالوا ايه نروح على الفيديو الستوديو طيب انا روح اعمل كلاس اسميها point و هيكون جواها ميسود اسمها point مثلا translate بتنقل حاجة او بتروتيت حاجة زي الحاجات البيزيكس مثلا و هيكون بيجيله مثلا هي 2d فبيجيله int x و int y وخلاص على كده الحروف الزيادة دي البيبورد دي مش كويسة تمام؟ لما هاجأ create an instance من الكلاس دي اقول له مثلا new point equal new point وهيجي اقول له new point diet dot translate حركة يعني مفيش اي حاجة مكتوبة على عكس ان احنا مثلا لو روحنا المسود تانية equal مثلا هتلاقي في بعض الدسكريبشن ايه دي حاجات اصلا ايه انهارتد يعني determine wizard the specified object get type هيبتدي اشرح لك get the type of the current instance get hash code بتدي اشرح لك شوات حاجات service as the default hash code وكذا لكن المسود التي اسمها translate او في ايه مسود احنا كريتنها ليس ايه دسكريبشن فاتقد يكون من المنطق ان يكون في بعض الدسكريبشن تشرح لك او لزميلك او للك لو انت بتبيع الكلام ده لحد يعني المسود تعمل ايه بزرط ليس المسود دي بس لما يكون بقى بتعمل classes ومسود كتير فتقدر بكل بساطة كده اروح اقول له هنا slash 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 راح على طول كتب لي بقى ايه الكلام الغريب ده يعني الثلاثة سلايشز دول راحوا كتب لي ان انا هكتب هنا سامري وراح قال لي بارامتر واضح جدا ان البرامتر ده اللي هو الانتول ايكس لو عندنا اكتر كان عملهم يعني لو عندي مثلا حاجة تلتة اسمها الزد لو هي حاجة ثري دي وقلت له نفس الكلام راح قال لي ان انا عندي ايه بارامتر راح جدا ان البرامتر ده هو ايه البرامتر ده والسامري هنا اقدر اكتب اللي انا عايزه بها هو مثلا ايه move the object from current point من البرامتر الحالية to the location provided by given مثلا ax y and z انه يغير البرامتر كورة مثلا او لعبة او اي حاجة من current point او current position اللي هو موجود فيه لاللوكيشن الجديد اللي هو provided بالشيء لو جيد اغرى بقى ايه و كده زي ما انت تفكر لما هجارى لديه description دي موجودة في المسلل اسمها translate او moves the object from current point to the كذا 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 او ممكن اكتب بقى كلام ايه مثلا developed by احمد موحي او team او شركة بتاعكو اسمها ايه تلاقي كل الكلام ده او ممكن تكتب تاريخ كمان لو عايز يعني لو حابب تبقى حاجة كده اقول لك او developed by كذا 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 تقدر بقى تكتب هنا ان ده مثلا parameter x data type int تروح كده نبص على translate تاني يبتدي بقى ايه تكتب خلاص الكلام بتاعكو اهو ادي الـ x data type int لان ده اول parameter يعني اقول له مثلا 10 اروح اللي بعدها مش هتلاقي بقى الـ description دي طالع لان انا بكتبتوهش لك اللي لو كتبت له y data type ايه مش types int هتلاقيها هتطالعها دلوقتي كمان في الـ description بتاع كل ايه واحدة ممكن بقى تكتب ايه حاجة مختلفة يعني هقول له y is option ودي هنقول له مثلا ايه اهي هنا كده option مثلا يعني لما طوف هنا كده قال لك خلاص دي بقى option فاهمين الموضوع حلو ازاي الموضوع صريف يعني حاجة بسيطة كده نقفل بيها موضوع O و B يعني بس انا بشوفها بصراحة حاجة مفيدة جدا يعني مش بس كده انت كمان ممكن تعملها لأي حاجة ممكن تعملها لأي حاجة ممكن تعملها للكلاس ديت مثلا اجيه اقول له هنا كده رح كتب لي او السمري هقول له point class is used to move او rotate and scale any object in viewport مثلا لو عندي viewport بعمل برناميك 3D ولا حاجة طبعا دي طالع عشان احنا ممكن اكتبه لأي عشرة عشرة فخلاص ال error هيروح يعني وشان حاجة ليها علاقة بالسنتاكس يعني لما اجي بقى create و انا بكتب point اهو كده اللي هو الكلاس اللي اسمها point وقف عليها كده يقول لي point class is used to move rotate and scale any object in the viewport فايه خلاص ديت الدينية طبعا اي طلع على اي class انت بتكريتها يعني اسمها point هيشرح لك نفس الكلام ده طيب انا روحت سريعا كده برضو للجزئية الخاصة بالdocumentation من موقع مايكروسوفت اهو لو نزلنا عند في جدول كده موجودة او انا بيشرح لك بقى نفس الكلام اهو كتبت summary على class او على method تقدر ايه اه دي جدول اهو ال point D3 one اه دي كل ال tags اللي انت تدرس تخدمها tags طبعا xml فبيقولك لو استهد MC هي set text in code like font لو قولت قوله code example exception param اللي هو describe parameter for a method طبعا تفاصيل كتير جدا ودي summary هو describe a type or member of a type والvalue وحاجات تفاصيل كتير جدا وهو يديك امثلة بقى عليها لو بتعمل summary تعملها كذا لو المثل زي اللي احنا كنا مستخدمينها ايه احطت لك فيها summary احطت لك فيها كود لو عايز تشوف الكود كمان بيتطبق بيحدد لك هلايت عليه الكلام ده انه هو كود او تشوف مثال لو عايز بقت تشوف حاجة زي exception C ref التفاصيل بقى اكتر يعني بس اعتقد موضوع شايد جدا يعني وعجبني بصراحة حاسه من الحاجات الظريبة يعني وموضوع مش مكالكع يعني فنقدر ايه نخدم به بس اشوفكم في فيديو القادم هاني كلام برضو في حاجة ايه بسيطة